أكد قيادي سني وجود اتفاق جامع على اختيار رئيس مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل أو الذي يليها القيادي يبين أن هناك قوانين متفق عليها ضمن البرنامج الحكومي ومن ضمنها العفو العام والنفط والغاز والمحكمة الاتحادية إضافة إلى قوانين كثيرا معطلة من بينها قوانين اتحادية لا يجوز البتو فيها إلا بوجود رئيس مجلس النواب أصالة ولهذا السبب اتفق الإطار والكتل السنية والكردية على أن تكون الجلسة في الأيام المقبلة وأن لا ترفع الجلسة إلا بالتصويت ليرفع الجلسة الرئيس الجديد بعد التصويت له ويؤدي اليمين الدستورية ويستلم كرسي الرئاسة ومن ثم يرفع الجلسة بنفسها وأضاف أن حسم انتخاب رئيس مجلس النواب أصبح واقعا في ظل ظروف الراهنة